موسيقى أعرباء الاتحاد الأوروبي عن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة نجيب ميقاتي أكد الاتحاد استعداده لحشد الجهود من أجل دعم لبنان ومساعدته على مواجهة الأزمات التي يعانيها قالت المفوضية الأوروبية ليشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي يرحب بالإعلان عن توقيع رئيس الجمهورية مشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي على مرسوم تشكيل حكومة في لبنان تعهدت الحكومة اللبنانية جديدة بإخراج البلاد من أزمة نقص البنزين والأدوية وهو ملاقة رحيبا داخليا ودوليا وتبقى تفاصيل مخطط عمل الحكومة غير واضحة حتى الآن واستحديث عن قرار رفع الدعم الذي قد تضطر الحكومة للمضي فيه بسبب نفاذ العملة الصعبة ملفات ساخنة على طاولة الحكومة اللبنانية الجديدة التي تم التوصل لتشكيلها برئاسة نجيب ميقاتي بعد تأخر دامى 13 شهرا الاقتصاد مرض والسياسة عرض وهذا يتطلب ضرورة الإسراع في معالجات الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان منذ صيف 2019 أزمة لبنان الاقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ عام 1850 في حين تقدر الأمم المتحدة أن 78% من الشعب اللبناني يعيشون تحت خط الفقر في ظل التضخم والتسريح من الوظائف الوقود وتوفير الطاقة أبرز الأزمات التي تصدرت المشهد اللبناني مؤخرا في ظل شح السيولة النقدية من الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية فضلا عن الرفع التدريجي للدعم على المواد الأساسية المستوردة والأدوية من هنا جاء دور الشقيق الكبرى مصر لتقف بجانب لبنان في أزمة الطاقة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتم الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا مكافحة فيروس كورونا أزمة أخرى فاقمت من معاناة الشعب اللبناني في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتراجع أعداد التواقم الطبية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد توقف المحادثات صيف 2020 يشكل تحديا آخر أمام حكومة نجيب ميقاتي لتطول قائمة التحديات الاقتصادية والتي ينتظر اللبنانيون من جميع الشركاء السياسيين العمل على تجاوزها وإعلاء مصطحة لبنان اشتركوا في القناة